السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة اليوم عنا مقابلة خاصة مع السيد حسين لمحمدي رئيس المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي ونحاولوا بش نعرفوا من خلالوا الوضع في البلاد في تونس طبعا احنا ديما نحكيوا على تونس وناخذوها كمثل لكثير من الدول الأخرى لأن التجربة التونسية هي تجربة سريدة من نوحة خاصة في شمال إفريقيا وفي العالم المتكلم باللغة العربية أهلا وسهلا سيحسين محمد أهلا بك مساء الخير أهلا تنجمشي تعطينا النبدة مع أنت شكون هو سيحسين هذا شكون مع أنت ياسر أشخاص أكيد ما يعرفوك وما سمعوش بيك مساء الخير من جديد شكرا حسين المحمدي مناظل سياسي وطني تونسي تحمل مسؤوليات في وزارة الداخلية في العلاقات الخارجية ثم في واحد قوت 2003 غادر الوزارة مباشرة إلى المعارضة ألف كتابين من تونس الأول نشر على أعمدة تونسي نيوز على حلقات بداية من 13 نوفمبر إلى غاية 24 ديسمبر 2015 أي 13 نوفمبر وقتا استرالينا فرصة انعقاد قمة المعلومات في تونس الكتاب كان اسمه مجازر عربية بدأ من بارت كانت فيه 500 صفحات بالوثائق عرينا فيه تقريبا النظام النظام كان يحكي على معجزة اقتصادية قلنا العكس بالأرقام وقلي كان يحكي على معجزة اجتماعية وموديل سوسيال بلدوك قلنا لا وكان يحكي على الأمن والاستقرار قلنا أيضا لا وكان يحكي وقتها أيضا على أنه يحارب الإرهاب والتطرف فقلنا العكس وبينا كيفاش الحزب الحاكم والأحزاب اللي من حوله كيفاش الداخلية كيفاش نظام أمني مخابراتي ثم فيما بعد ألفت الكتاب الثاني في 21 فبري 2006 وتنشر في مكتبتين العالم العربي وأذراس في باريس اسمه العتش المالي والأخلاقي لفريح الحاكم الموذج تونس وعليش جلبت كلمة الموذج تونس لأنه وقتا كانوا مخدين تونس كموديل كموديل كما اليوم وهي كذبة أيضا من 2014 نتحدث عن الاستثناء التونسي ونتحدث عن التجربة النموذجية التونسية ونتحدث عن زواج علمانية وإسلام بدعوة أنه الإسلام والديمقراطية كما رأينا جئوا البيان بتاع النداء ومتاع النهضة أي الفار والقطوس اللي دمروا الشعب التونسي حرموه من المواقع ومن المدنية وحرموه من دين صحيح وحرموه من إسلام صحيحة وحرموه من أخلاق صحيحة لأنه مضمون الدين الإسلامي هو العمل هو البر هو التسامح هو إنسانية الإنسان هو الأخلاق الكبيرة هو النزاهة هو الشبابية إلى إخيره فبالتالي حرمنا النظام من أي شيء ثم جاءت بطبيعة هذه كنت تحت الإقامة الجبرية من 1 كول 2003 إلى يوم 15 جامبي ليس 14 إلى يوم 15 جامبي 2011 ثم فيما بعد أسست الحزب المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي في إخذاء الترخيص في 1 مايال 2011 أي من الأوائل الذين أسسنا الحزب ثم بحكم وظيفتي والوزارة الداخلية كنت نعرف تقريبا السياسيين بالاسم وبالعلاقات وكنت خدر العلاقات الخارجية هي الجهاز الذي يعنى بالعلاقات مع السفارات الأجنبية في تونس وصفاراتنا في الخارج أي تقريبا كنت نعرف تحركيات الاستخبارات الأجنبية بكلها وأي جماية قريبة منها أي حزب أي شخص كانت الصورة واضحة عنها كنا نركحوا شوية وتقريبا هالمد هذا بش يتوب أربع خمس سنوات أي من 2011 إلى أخر 2016 وقتها بش نوليه نعمل السياسة الحقيقية لأن الكل سيتعرق لأن الكل تقريبا دون مبالغة الآن هم يقولون فيه بأنهم العتشة لمالا وليسلطة لكي يتحمي من قانون ومناء الجديد وكانت في الفيسبوك كنا ناشتيني لابد حدود أكثر من 500 فيديوك في الكتابات تقريبا يومية أخر واحدة كتبنا أرتيكل في 3 مارس 2013 حتدت وجوج نهار 3 مائة 2017 ذكرتني به اللي قلت فيه تقريبا بالنهار كتر كدولة ستنهار الإسلام السياسي مش يكون عنده على أقصى تقدير أربع خمس سنوات ثم الذي قرر أن يخرج التغيين ثم الذي قرر أن يزح التغيين وليأتي بدله في مرحلة أولى الإسلام السياسي ثم يخلينه شوية مكتغيين هذه لمرحلة قصيرة جدا وهنا نرى اليوم كيف أن قطر سوف لن يكون هذا النظام إن تجدد وإن لم يتجدد لأن المهمة انتهت ثم كانت لنا نظرة استشرافية كبيرة وعلى مستوى الداخل في تونس الكل يعرفني وأعرف الكل على مستوى الخارج أيضا تقريبا كيف في الميسانجر في الميساج قريبي من كل الاتجاهات تجيني الميساج ولكن أنا إنسان قطلت بما أنني بخدمة الداخلية وفي العلاقات الخارجية كنت نعرف العلاقات كيفاش تصنع ولم نستكن إلى أي علاقة اللي اللي الإلسان يتحرك ويدور فيها فحفظنا على وطنيتنا على استقلاليتنا وحفظنا أيضا على أنه غضوة لا بد من أن نتجاه باتجاه بناء هذه الدولة التونسية عبر جيل سياسي جديد شكرا سيحسين نسى لك سؤال مادام مع أنت إحنا في نفس هذا الموضوع مع أنت بش نتبع الأحداث تنجامشي تقول لنا ما هي الأسباب أنت قلت مع أنت كتبت حول الوضع في تونس وقتا انسحبت عام 23 ما هي الأسباب اللي جعلتك تلتحك بالمعارضة؟ أنا يعني كنت في عمر 24 سنة تحملت مسؤولية لماذا تنسيق بناروس؟ أصعب ولاية أهم ولاية فيها الانترية إلى سورتي كتدياناً من تحسن ميل أوفريي نحكي لك على عام 92 وكانت هي تقريباً يسميوها الفياف بتع الاتجاه الإسلامي ثم تحزم حركة النهضة مسكن راشد الغنوشي القديم كان وراء الولاية تقريباً خمسين مترو الولاية تحكموا أمنياً مخابرتين لا تحكموا حتى بالحزب الحاكمة والولاية هذي وقت اللي اتعملت أقبل بالتاريخ المتاحة عملها بشير زرق العيون وكان في تنافس كبير جداً مع محمد الصياح ثم جاء الهيش من القعلي المنجي القعلي عند مشهد مدير حزب شاب خوك يعني الولاية كانت تقريباً بشير زرق العيون محمد الصياح والمنجي القعلي الثلاثة هذو هم الذين كانوا يتحكمون في الولاية عبر ميليشيات الأمن ميليشي الحزب ميليشي الجماعيات ميليشية المنظمات ميليشية أنا لم أكن منخرط في أي حزب وقت اللي جاء السبعة نفاضر كما جاءت تتوانس الكل الذين اقتنعوا اغتروا ومسميها ما شاءت فكنا من الممكنة أن نبني الدولة فأنا من الناس اللي جدت عليهم حكاية التغيير والديمقراطية والمدنية ومشيت فيها أقو ترامس ناهي كأنه يوم التعيين متاعي تقريباً كانت مظاهرة بش تخرج من التساترة كيفاش مش دستوري وللي عالمك ربما ما ستتفاجأ لم أقتني في حياتي كنت المسؤول الأول ولم أقتني مرة في حياتي بطاقة التجربة وهذي من الأحواج اللي اتكيوا عليها وقت اللي جاءوا بش ينحيوني أما النهارت اللي تعيين كانت مش تخرج مظاهرة وبالتباع أنا قعدت تعيين 2 مارس 92 أخرجت 19 جانبي 2021 جانبي 1993 يعني عام مكملتوش وكل أساليب القذرة شفتها الأمن الحرس البلديات العمادات المعتمديات أكثر من هكذا كانت بعملش تنسيق لم يحضر مرة واحدة ندوة المعتمديين في الولادة كانت بعملش تنسيق قصولوا في النهار الثاني الماء والضوء والتاليفون بدعوة 4 سنين مش خارسين يعني اللي عينني هو كان إنسان يريد التغيير في في ولاية بن عروس لكن الذين لا يريدون التغيير في ولاية بن عروس كانوا أقوى من الذي عينني ممكن بمرات كثيرة فقعدت 11 شهر تقريبه إيش وأنا في خسام يومي عنيف مع الميليشيات لأني ما كنتش سارق قررت بأني نعمل عملية هذا كل موفق هو وعطيت الوثائق في الشهادة في مؤسسة 8 عملت أربعة شهادات في مؤسسة 8 يوم 4 جوان 11 جوان 18 جوان 26 جوان 2016 كل الوثائق بلي كسات فيديو بطبيعة عندي الكسات فيديو الأصلية عندي أكثر من ألف شاريت فيديو قلت أنا جابوني ولعبوا بي قلت أنا جابوني ولعبوا بي قلت أنا جابوني ولعبوا بي قلت أنا وريها ما هو عاية 150 تقريبا من الإطارات 8 ديسمبر اللي بعد بشي ولي يوم التضامر الوطني 8 ديسمبر 92 يمشيه 150 أعضاء مجلس النوال أعضاء اللجنة المركزية رؤساء بلديات كتاب العميل جامعات 15 يمشيه منهم 14 على 15 وأنا ضد البوليس وضد الحرس وضد الوالي وضد الولاية وضد المعتمدين وضد الميليشيات اللي في التجمع استطعت رغم هل كل هذا ضدي نوجه 150 من إطارات أقل واحد كان عنده مستوى تعليمي معل أقل واحد مشيه إلى المبنى التجمع الأقديم في 9 أبريل ما هيك أنه الأمين العام تجابي ش يدخل الجادة النفاتي ما لجمتش كرهابت وتدخل 150 في البطحة ومشيه إلى 70 واحد قدام حامد القروي الوزير الأول وما هي الشعارات التي رفعتها؟ لا للجهاوية ولا للميليشيات ولا للفساد يوم 8 ديسمبر 1992 فأول هاتف جاني كان من صلح البكاري الوزير المستشار في الرئاسة فقال لي شنو اللي عملته لو كان جات عندك دبابرة وعملت علينا انقلاب جات بعمش نسيق يقوم بهال بهالعمالهذا يكلمني التاليفون الثاني محمد الجريل وزير المدينة الديوان الرئاسي بلغة أعنف ستتحمل مسؤولياتك التاليفون الثالث جاني من الأمين العام لتجمع الشادي النفاتي يقولوا لي بالحرف الواحد يقولوا لي بالحرف الواحد محمد السياح زمانه ماعملش لو قامي ليامل عملته انتي فبطبيعة الكلام هذا معناها أنا نروح لميت أحواجي ومشيت للأمين العام لتجمع قلت له تعرف انتي عليش أنا تصرفت هكا باش متقولوش فرخ وباش متقولوش مجدش روحوا لا أنا نحكم في الولاية رغم أن الدولة الواد والمعتمد والحرس والبوليس هذا كالنظام هذو ما ضدي والعمدة ضدي والميليشيات ضدي طول تحبوا تعملوا أعملوا فا استقبلي بنالي لأنه الناس اللي كانوا معاي في بناروس كانوا مش يعملوا مظاهرة أحد لأنウايision تقوللي كيفاش نخدم كانت عندي علاقات عمري ما قدمت بها Saiyan التجمع لا وصلت لك أنا أندوكتريني نفس اللي عملوا طرامب في 2016 عملتهه في بنعروس عام ٩٨٠ ليس عام ٩ كانت عندي علاقات مباشرة مع الفرماسيين اسمعني من يجب أن تفيد الناس كلها مع الكابلين ميتسا مع جرون سيفاس وقتهم في مكان كاربو فما متاعنا المجازين جنرال ولا المونوبرين كل الأماكن المفتوحة للعموم مع نجار باهي الثقة يحبوها الناس مع صاحب قهوة يحبوها الناس كل الأماكن المفتوحة للعموم حمام باه ينظيف يحبوها كل الأماكن المفتوحة للعموم واللي الناس يحبوه كانت عندي معاهم علاقة مباشرة مباشرة فيهش واصلة لا أمروا عبر هيكل الهزب أبدا فكانت كيف نعمل الاجتماع هما الميليس كرواء سابوتين الاجتماع يجيب القاو 1500-600 بدون مبالغة يدخ كنت مباشرة أنا مع الناس ليس 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 وأنا رافضها فأنا جاءت المسؤول على المتاح فما نجموني الشعبيين فعايتلي بن علي خاف خادر بن علي وصلوا له المعلومات وهو أكبر جبان على عكس ما رأوا الناس وقصلوا له المعلومات قالوا له العباد معاه ليس المخرطين بالهلم العباد العباد الناس معاه فعايتلي بش يعمل سينما هو بش يبرد خاطري فقلت له فأنا سؤال واحد أنا شكونا عيني وعليش نحيت قال لي انت بالحرف الواحد قال لي انت كأنك طياب انت حمام نهارك كل تحكي عالفساد وعالوسخ العود لك اثنين وتسعينة ليتقال اليوم ١٢١١٧ وحل القجر طلق تقريبا فمك الملفات الريولورة هذه يمكن الألف ورقة يبدا وهكا أول ملف حامد القرن مكتوب قال لي فعالي الكلها كثرة لك هذا نهار وحدة ٢٢٣ جامبي ١٩٩٣ قال لي الكلها كثرة اى برة اعمل تجربة ادارية شوية مشيت معه تمثل في اغنى بقعة في سفاقس وفي بلاد عبدالله القلات سفاقس الشمالية ساكيت الزيت وساكيت البيت قال لي اعمل ابق تجربة اهدارية شوية وبعد تون جيبك للداخلية والداخلية الواش هو لاني انا اندوكتريني بالقانون وبالسوسيتي سيديل وكل موات ما كتجي للداخلية في بالو مش تتنجر انا كبجيت للداخلية كان عندي الحس السياسي ولا زاد عندي الحس الأمني نضعك زاد الشيء بتاع المواطنة والرفيو والسبان وكيف والتي تنشوف خطر غادي في التجمع روما ترى شيء بالداخلية اتراك كل شيء كل شيء تشوفه داخل تونس وخارجها وشنو حتى ليسير في السفرات والاعباد وانت انشي وانت تعشى وانتقعد شنية علاقاتهم شنية مشاكلهم بالداخلية الجامعات يعني بالداخلية اتراك كل شيء زدت عفت انا النظام المسؤولين اكثر وصدقني بدون مبالغة انا اكتبت وانا في 2005 و 2006 بالكتب نتاعي موجودة اني كنت كفي عرضني مسؤول كبير في الداخلية في كل وقت انا بيرواتنا كانت وين الكابينة الوزينة يعني وصلت مناه مدير عام محمدا الي كان زوعي يهرب مني يهرب مني حتى ولينا نتكلم واننا نشوفه يعني نشوفه الرئيس يعمل بالضبط نشوفه المعارضة الحقيقية كانت في مكاتبنا مش البره كانت الناس اللي قولوه ما يقولوش المعارضين وقت ليهجوا يمكن خمسة في المئة حتى ترمى ما عندهمش المعطيات احنا عنا المعطيات فكنا نساءلوا في من بين بعضنا انا ما بيش شي هذا وقعد بثلاثة شهر ما نمشيش للوزارة بثلاثة شهرة ما نمشيش يعني عملت كل شي باش يكون السيدان وفعلا السيدان ما هو اللي كان السببتي خرجت نهار واحد قوت الفين وواحد مشيت الجونال قعدت خمسة شين يوم بتبعه هم تبعوني يعني اوش مسايبيني وقت لي خرجت الجونال العباد لي قعدت معاهم كل من المعارضين اللي هم اسلاميين اللي هم جوش معارضين دوانسة عاديين معنى مهمش مش كناليزي في احزاب وهذا اخطر بالنسبة للنظار لان من الاخرين كناليزي نوايو تيم عند ما يخافش منه واللي في جمعية ما يخافش من احزاب انهم اللي مهمش كناليزي اللي ما يعرفش منين يدخل لها هذوكم اللي خوفوه بالضبط فانا العباد تقريبا اللقعت معاهم لكلها من ناس معارضين سحاق الستة اتباء وقت روحت التونس فقيل لي يا اخي يمعانا يمعاهم قلت انا معا روح فكل شهرين ثلاثة يمعانا يمعاهم انا معا روح استمر هذا الوضع تقريبا عام ونص بعد انا قدمت استقالتي موش قدمت الاستقالة بتاريخ واحد جويلي على ما اعتقد وهو ما قبلوها في واحد اوت يعني ممكن بعد بعد شهر بعد ما الباسفور متاعي ما تجددش وما قرأوا حساب وما عاشت دونك عندي امكانية باش ننجي نخرج للخارج فقالوا هوا طيو يقعد لهنا يدور في تونس ما عندي وين يخرج نهيك اني بعد ما خرجت عندي زوجتي انا اتخذ الوزارة العدد فوقتها في المحكمة طاعة جرنباليا خرجت باش نسباح بكري باش نهزها منلقى فوق الكرهبة متاعي حلوا الجراش ودخله حتولي عصفور فوق وقفص في وسط وقفص في فوق الكبوت طاعة الكرهبة يعني يراك الدور 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 وانت كيما العصفور في قفص فاخذيت القرار باني اواجه النظام هذا ينهار 3 نوفمبر 2003 يعني انا خرجت واحد قوت الاحداث تسرعت بشكل كبير واحد قوت 2003 في وثلاثة نوفمبر 2003 اخذيت القرار اللي انا الان راورا الستار مستحيل باش نقعد حي لو كان جاء بن علي كيما يقولوا راجل ونظيف ورئيس وقوي لاني انا شو عملت وقتها حتيت في محفظة سينك سيدي فيهم الكتاب اللي بيش نونشرو هذا اسمه ومجازة العربية بدمندير اللي فيهم نظام عرياني ومشيت قابلت سافير المانيا سافير سويسرا سافير بريطانيا واقل واحد قعدنا ثلاث سوية اقل واحد اخر واحد الولايات المتحدة الامريكية اللي هو الوحيد اللي ارفض باشي باشي قابلني لانه عرفت فيما بعد بانه هو الوحيد اللي ما خاتبش سافير امريكا بلالب?", لانه سافير بريطانيا ما يخافش انا نعهق اللي خوف الوحيد هو سافير الولايات المتحدة الامريكية ليش يخوف لأنه هم الكذبين عليها انا قتلك كنت بالعيد هم فيما كذبات كاذبينها خطراً لو كانوا يوصلوا النظام يرحل واضح؟ الأخرين أصدقائي ولا يملكون القوة لإزاحة النظام والإتيانة بالنظام باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية فهذا علاش فعله المستحيل ولكن أنا تمكنته من الولوش بعد المعركة اشتاخد أشكال أخرى أعمل حتر أنا وليت زادت قدمت في المعركة وليت كل شي نعمل فيه باش نتصادم مع النظام قال لي باستثناء الإقامة الجابرية وأنه ما خلانيش نختم ما قدمش السؤال اللي يسألوا فيه العالم الكل العالم الكل قالوا لي إيكم بري محمد عرب وكتب ستة أسرة جاوا في قاة باريز هو قاعة 2006 تحريق وهذا شلوه فهو نفسك يعرضني يقول لي أنا كتب ستة أسرة قالوا لي أنتي كتبت كتاب خمسة مئة وخمسة صفحات وكتاب بربع مئة صفحة وكل يوم تونيسي نيوز عبتها تكتب فيها وماذا معناها ونجي تسلبهم قدام الوزارة ما يكلموش والله كنت نجاوبهم واو الصحيح قالوا أنتي عندك أسرارهم أنتي ما عندك أنا عندك ثم أنا متوردش في الوسخة متوردش في الفساد ولي علاقات خارجي نعم لا تخجلوني لأنها كانت مع الناس وقت اللي أنا عرفتهم جميعيين لا سلة لهم لا بحزب ولا بداولة لا بحد شيء أنا أخي عرفتهم كنت نخرج في الوخمسة خمسة تسعين وستة تسعين وسبعة تسعين وثمانية تسعين ناس كانت ما عندها حتى صفحة فيما بعد ولات عندها صفحات واضح؟ ثم عرفوني أنا شنو يقول في السمينير يقولوني هما في نظام ديكتاتوري تقول لي كلام هذا كيش ترونه؟ أقول لما أنا هذا يعرفوني لن يقول فيه حتى في الإقلوارة تقريبا هو بشن معناها فكرة الأولى تقول لي أنتي إش وصلك أنتي في وسط السيستان؟ ومش يفهم الشخص يقول لي هو بش يغير السيستان؟ لا، السيستان هو اللي يغير كل شيء خاطرتي السوراء اكره زي؟ ملاش لزك أنتي بش تعمل هالبطولة هذي والعنطرية وهكذا؟ بسيطي، أنا من الناس اللي كنت نكتب للوزراء خيطات وشي قول وندراشنوه والقلب هي قلت أنا مداما هما عاديين ملاش انتي تجيب فيه؟ وهنا بدال خلاب ابن علي قال طيب إيجا أنتي خوضوا الكرسي هذا وقال لي يدبر علي أنا ش نعمل وش ما نعملش هو من هنا ابن علي كان يخدم بالناس دي كلاما يتيبي درجة رهيبة جدا نفس اللي يعمل فيه الباجي نفس المدرس لمام مانوفر لمام التراكن اللي خرج منها الأفكار والحياة والتعيينات واضح؟ ابن علي كان يجيب وزير الداخلية صدقني يمكن نقطة عام 95 وش نسميلك واحد ينو أضخم الناس محمد جهار لقد كان هذا الناس طرحينه الخلافة والبديل عام 95 في مناقشة ميزانية العامة باب ميزانية وزارة الداخلية اخذينا خطاب عام 85 صدقني نقطة أما حقيتك عام 85 نحينا منه كلام الوحدة القوميين وكلام المجاهل الأكبر والزعيم الأكبر واندرس نور ورجعناه بنالي ونوفر في عوض الوحدة القوميين يديش قاشق نحينا وبدنا كل ارقام اتباعه وقرأه الرجل وصفق له النواب في ديسمبر 1995 موجودة معناه عندي عندي بتاع 85 خطاب عندي ولي بدلناه عندي ولي قراه وتنشرب كل واحد عندي يعني هذا هذي الحاجة كي قا دوني دوني ديكليك سميه انتي دموع كل واحد شنو ينجم يسميه اما انا وقت يريد قلت فرق وقت مو من هنا يبدأ اذا انتي هنا فساد موجود من عهد بن علي موش جديد هل انتي تعتقد ان الفساد الدامع بن علي ولا كان من عهد بورجيبا لا من عهد بورجيبا من عهد بورجيبا ونعطيك بامور الشاد لنفاتي جاء سماه بن علي بعد الامتال 7 نوباومر كاتب دولة الامن بعد نحل حبيب عمار في اكتوبر 1988 وسمى هو وزير الداخلية طلب منه بن علي قالوا اعطيني قائمة وليت فساد بدي جي فساد مديرين عامين فساد مديرين معناها نقولوا احنا في الاطارات العليا في الدولة فا استشارى بعض الاشخاص قالوا له تجربوا ونبعث له 19 انقس من غضوة يعني تقول انت اليوم احنا 7 نوع 2017 غضوة 8 نوع 2017 رأيت سيح وصيل محمدي طالع من الغضوة واحدة أكد 19 تلع في زمن قيس فقالوا صديقه رأيته 300 أو 400 رأيته يعني النظام مبني على الفساد النظام سمحني يا سي حسين تنجمش مع أنت تعطينا فكرة على شنو الفساد بالضبط يعني في ماذا يتم مثل دو احنا نسمع الفساد 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 فهمتك شنو تقصد بالفساد يعني شنو الفساد واضح أنا مدير في وزارة الداخلي مثلا المرتب المتاعي 750 دينار واضح تلقى عندي فيلا اذا اذا احكي لك عام 95 تلقى عندي فيلا تعمل 300 مليون يعني لنخرج تقاع اذا الصالير متاعي 750 مليون ما نوصلهم مش تلقى عندي فيلا تعمل 300 مليون تلقى عندي سيارة خاصة للدار تلقى عندي يقرأوا في الولايات المتحدة الأمريكية يقرأوا في فرنسا يقرأوا في ألمانيا يقرأوا واعلن أصرف علي تلقى عندي بنغالو في المريسكا تلقى عندي بنغالو من عرشوين تلقى عندي دوت روازة بارتنون هنا تلقى عندي ضارب من الملك الأجانب زو سلات تلقى عندي ضارب من الضيعات الفلاحية واضح؟ هذا يمني وأكثر من هذا كانت إدارة في الداخلية لاهية بهذا كل واحد يكتبوا عليه الأمر هذا ويجيبوله يترقى يترقى؟ معناه نقولوا دولة تعالف أبعد من هذا تأتي أنت بيش تتعين وين تصير ثلاثة مقترحات الابانسطر وانون ولا ما عتمد ولا ما عتمد ولا كتبع عن بولاية ولا سفير ولا قنصل ولا قنصل عام نحكي لك اللي بوستك ليه؟ ولا مدير عام ولا الابانسطر وانون والسل بن علي يكتب أين الملف؟ يزن كله عنده ملف فما يجب واحد يتعين بلاش ملف؟ علش؟ شو؟ بلو جيريه أبداً باش معادش يتحرق خذ الأمنيين انت أكل الواحد فيه مزو ثلاثة ديارة عندي يمني أبش نمشي معاك أبعد فساد شو معناك؟ رجال المال والأعمال جيت الدولة في الستينات باش نحلقوا نسيج صناعي وطني أعطاتهم الأراضي بليش؟ عن طريق لفيه وأعطاتهم التشجيعات وأعطاتهم قروب وأعطاتهم 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 مع كل التشجيعات والأعفاءات والملح هو أو في الوطلن يأتي من المال يعمل مصنع المصنع يتكلف ديزان مليار هو كل زوز مليارات ونصف مع المسؤولين في الأقبي أو في الأقبياء أنت ونوع الطبيعة ونوع المشروع والإدارة الموجودة فيها والبانكة هو مليار المليار ما فيه الساعة تشجيعات من الدولة؟ تقريباً بالمليار الرمزي والدولة تعطيها 25% من المشروع يزيد هو ضرب 250 من هنا ما عند الدولة ماذا يزيد يضرب؟ يقول راول المشروع بزوز مليارات ونصف مثلاً ضرب 250 مليار ونصف إضافة هو مزال ضرب عن مبنهيش بالمليار الرمزي أكل مليار الرمزي إضافة إضافة ثم يزيد وثم يزيد وثم يزيد كما يزيد ومستحيل لن يشغل عمل مصنع أو حسنع لم يزيد لا يزيد وزيد فليل يوجد أن يزيد فلن يزيد 25% ويزيد كل مرة يختار اسم من دائما هو في الصفحة لا يزيد لكن يزيد دونت الدولة الصناعيين هوني اللي يعملوا في الفلاحة هوني واليعملوا في السياحة خاصة السياحة مش زيل ما يبداش انا رو معنا شفت تقارير معمولة مش فما لي في السياحة ضرب ستة مليارات ومزل ما يبداش وبعشرة هو قلت تقل في السفتارش ملمان عنده ستة مليارات البرا اربعة مليارات والفلوس ليس في تونس انا لو كان جات في تونس خطر انا مخي يمشي للليبرالية بمجمون اجتماعي ماكس رقته وتدور الفلوس في تونس انا نشري مريول عشرة لاف انتي تشري متين دينار وتشري ودور في الليل وتصرفهم في تونس ليس ساتش ولو هو كذا ما يمشي ماالفلوس الدور في تونس ميشي ماكس رقته 101 ميشي فلوس الدوره اللي فاها في تونس ميشي اما الفلوس الكلها موجودة البره الكلها البره وهذا الفساد احنا نعم وهنا رجال المال والأعمال بدون استثناء لا يوجد واحد واحد متاع السياحة متاع الفلاحة نفس الشيء نفس الشي الكلها علش هذا خطر النظام ما نقول لك النظام يقوموا على فاسد يلدوا فاسد آخر كلها مع بعضا عجة واحدة علش اليوم الدولة العميق ما تخلي شي يصير لأنه لو كان يجي شوية قانون ما يقعد حد ما يقعد حد علش النهضة قربت الدولة العميق لأنها أريدها مرطة بالشي هذا الداخل قبل ما تجيك بره ثم الداخل تقول لك أنا كسياسة يساعدني باش هالناس هذو مرطين بالفساد وكل حلمهم أنه منشيش الحبس خلما تجيني الطيارات ونخفها مبدوحة وجيني التبهير أنا بيدي نولي نعاني وهذا اليوم ترى النهضة والنهضة البارح يجي ويحطوا يد في يد إجهار خاصة بعد قطر تقول لي أنت ما لليوم هما يحاربوا في الفساد مستحيل فك الخمسين اللي خرجوا البارح يقيدوا في الشهر واضح هما في الساد مو غيلين في الفساد وكلهم زوز رجل المتعاملة الساعة هما متكونين من تجديد بعد من القطب ونقبيين شوية مع التيحاد الشغل وجمعية النساء الديمقراطية وشوية حقوق الإنسان هذوما هما الخمسين واحدة والزوز هذوما اشتر عند فرنسا تاريخي واشتر لاخر عند قطر وعند الإخوان وارمع تاج جان في 2011 قطر من هنا عبر الإخوان والمنصف المرزوخ وفرنسا عبر مصطفى بن جعفر ونجيب الشابة وش اسمه متع التجديد الله يرحمه ولي توفى بن براهيم بن براهيم وانتساتر النبام القديم نفس اليوم البارح وزي الخارجية فرنسا جاب ورسوته نيرسا جاب ورسوته نيرسا وهو هوني والخمسين يصحوا في البيان لكل محاربة الفساد انه هو فساد الوزراء هذي كل الوزراء مبلغ سامير بالطيب مبلغ جاري أنا رأيت بالحيل مبلغ للعنق مبلغ للعنق تو مهدي بالغربية تتحرق المحكمة بتاع قرباليا باش ملافاته تتهس وفما قضية مغتوطة راقت لأ شاهد مبلغ للعنق توجام النداء النداء سيكوان هو جام من النداء ايه النداء منين النداء تعرف منين طبعا مالصفقات منين يخلص من الكروات متاعه والفلوس اللي يعطي فيها للناس مالصفقات نجيب شتاخه صفقة فما تصب للنداء كذا كذا طبعا هذا احنا قصدنا خاطر احنا سياسي انا توامني سياسي نتكلم بالمعاني السياسي الفساد ظهر بقى تنابل ايجل هزك المنار المنارات موش المنار والمنازم والنصر الكلها متاع المديرين والمديرين العامين اللي شهريته ما توصلش الفين دينار سيخوزين الغرب او فرنسا او الدول الاجنبية في بينهم هذا الشي كله لا عندنا قلت لك فرنسا فرنسا غاطسة الى العنق وفرنسا أليوت ماري بن علي خرج وهي تقول له اقعدها ورسلاح جايك نهارا بعدها جان في الامر وقت كانت وزير الدفاع واقع فرنسا غاطسة الى الى العنق بالعكس فرنسا اليوم شيعملو هما اليوم اليوم او البارك السفير متع فرنسا في الجزائر يتعين المدير متع الدجسير فرنسا عندها في تونس جماعتها من 56 يتغير الاسم فقط اما دلممسوش يبرلمنبوت اخلطت عليهم مشكون من 14 جنب قطر مع الاخوان المسلمين قطر وتركيا وإيران في إطار الصحوة الإسلامية اقعد نحن في الوسط مغادي نسواه ما نسواه وشنوص لما نسلوش هو أن نسواه من استقلال من استقلال من استقلالية من المواطنة من الحرية من الرفاة هذه معركة الآن بالعكس سهل وهانا وأنا متفائل إلى أبل الحدود لأنهم تتعرّوا وتهرّوا وكل الرعب الآن كل الرعب ولنبعدها هو من التهيئ سيحوسين تنجمشي معناتها ما نحن معناتها نحن نحكي عن الموضوع هذا شنية الأسباب اللي خلى الغرب يسمح في بن علي يعني خليه يمشي لا مش الغرب عاد لا هنا ليس الغرب ملا من فرنسا ما كانتش تحب ويمش معه خروج بن علي شكون اللي شارك في العملية بن علي غادر تونس منذ منذ الساعة السابعة وخمسة وربعين دقيق لأربعة تجانب يعني علمت بطرق الخاصة بأن بن علي سيغادر تونس النهار أربعة تجانب السبعة وخمسة وربعين دقيق مزال مجا حتى واحد شارع برقيبة علمت بأن بن علي سيغادر تونس هذا بالوضوحة التالي و باش بن علي يغادر تونس بأخف الأضرار والتكاليف الأمن الرئاسي كان مسلح تسليح قوي جدا حولي 3000 عنصر ووزارة داخلية مسلحة الجيش أقل تسليح لكن كان لابد من خروج بن علي بدون أن يتسادم الأمن الرئاسي مع وزارة الداخلية مع الجيش فبالتالي شنو اللي بش يخلي هالشي هذا يصير هو أنك تقنع مدير الأمن الرئاسي بأنه بن علي يزمو يخرج وتقنع الجنرال عمار بأنه بن علي زمو يخرج وبتبيعة بشتقنعها مش تقول لهم كل واحد راولي كنتي سينو ما مشيش معا أعتقد أنا يعني هوني تأويل ليست بمعلومة أما معلومة ما خروج بن علي ستين دون سبعة وخمسة وربعين دقيقة جاي رسوي أميساج كيدي بن علي كي واضح ما غير حتى ما بن علي دوكي ما غير دم علاش وش كون أعطاه الأوام شنو علاش لأنه بن علي المهم انتهت يعني هنا بش ندخله في التحليل مش معطي يعني 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 مهم التميم الآن يعني هو مهم بن علي انتهت هو خرج بريضاه يعني بريضاه مش بريضاه شوف بالنسبة ليا أنا جبال ستان لاش الجنرال ما يخرج حسني مبارك أذلوه لستو مع حسني مبارك ضد سياسة ولكن أنا أحترم رجولته وشجاعته وصبره وتحمله قال مصر منخرج منخرج مخرج اعرف هذا حسني مبارك أن يغادر بن علي الجبل سيني بازان جنرال ستان سلدات لماذا لالسعودية لماذا تختار السعودية لا حسب ما سمعت أنا فرنسا لا لا يشتغل صحيحة غالطة السعودية شوف هل كان خروج بن علي نمر واحد الأمريكان نمر ثنين للمان للمان لأنهم مغف رولوشي لتنتا اللي وقعت في جربان كياتي فمونتي لم أقل هالي السفير ألمانيا قبلت في المرة الثانية 5 أوت 2005 نهارة اللي صار الكلام في الموريتانيا هو الدايور اللي علمني قال هاو وقال وقتها قال بن علي إنه بيورات رشاد في أوت 2005 وقال بن علي اللي بيورات رشاد وأكثر من هك الناس ما فهموش كوندوليزا رايز كان في 2006 2007 لما أعتقد والليا تجتمع هي وزيرة خارجية ولكن تجتمع بالمسؤولين بالمدرين العامين للأمن مباشر قالت الدكتاتوريات يحكموها الأمنيين عندنا هاو نأخوا منهم ما هو المعلومة مباشرة وهي مش حتى وزيرة الدفاع ولا وزيرة الداخلية وزيرة خارجية وكانت اجتمع بعمار السليمان محمد علي جنزو حين تانا جهار بالخليجيين وبالعرب بالكل وقتها الولايات المتحدة الأمريكية هما ناس عند يعني ناس يخدموا على الواحد نوافقوهم احنا في مطمحهم في اهدافهم ونوافقوهم كانوا رفضين شوية ما 2003 2005 2008 بعد قالوا لا نرى ماني عن من حكم اسلامي وبالبطاتر قالوا الحكم يشذبهم قد روح تجيل الحكم ما كان القناعات والأفكار يقول لي عندك مسؤولية امن ومساد وبناء وتشغيل وا 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 يقولي الانسان يقرب أكثر للواقع ويتخلى عن النظريات والأفكار ومدر ما والدقم يعني ترجعوا الواقع ترجعوا الحجم ترجعوا الكمبرومير أحيانا ترجعوا تفتحوا مخوا حتى كان مخوا ملبط تفتحوا لهم تقولوا لا فلانا يسيب فيك ولكن من مصلحتك أنت أنك تعمل معه هكذا وهاكذا وهاكذا يعني يولي عنده ونقوله في المخاخ نحنا يولي عنده القسمة ولا يحسب ويعرف يحسب ويعرف يحسب كان لابد بن علي بيش يخرج وثم هما يربطوها بالقذافي أنا نعرف الموضوع لا كان رحيل بن علي ورحيل حسني مبارك ورحيل القذافي وكان لأن أقدم ناس هذو يعني كان لابد منه بيش تولي تكون فتحات في الدول العربية والإسلامية ثنين القاعدة مهما كان ستون أبلاسيون من الأرض والتربة من الأخوان المسلمين هي فرق هي اجتهاد هي تعبيرة بعد سنوات معينة كما بعد ولينا كل الأنصار كما طول جهاد هذو بالعكس رغم اللي هما وشيروا بالسبوع ورغم اللي تلاحقوا ربحوا برشا ربحوا اتغلغوا في دوائر مراكز دراسات وجامعات والكونجرس الأمريكي والخارجية الأمريكية في برشا القاعد وبالمال القطري واستغلوا قطر كما تجبش ماعناه كل واحدة في تونس كما تحب الشريعة استغلوها ووقفوها لابد حدود وضعاف النفوس اللي هو الطماع وزوالة في مخه ما عندوش قناعات خطر حدك يبدأ عندو قناعات حتى وكان يطمع ما ما غيرش قناعات اللي ما عندو زوالة في مخه وطماع تعمل به اللي تحب عشا شوغادي ففم ولا في الامريكان نفسهم المخه فمناس تقول لك هالاسلاميين هذو ما رأوا فم وين نجنوا ونستغلوهم ونتعابفهم معاهم وواوا وليت موجود الموجود طيب ها وجربوا تجربة يرجعوا لبلدان ويحبوا البلدان سوف دوني كوان أما نبيانا سايت إنتمان إنتمان يجبها تصير بش نتحققه ونتبين نسميوها احنا مرحلة استكشاف مضمون وآليات وتربية وتربة الحركات الاسلامية استكشاف المظاميين والآليات وممتون استكشاف السياسيين الفاعلين في هذه الأطراب وأعتقد بأن الحركات الاسلامية فشلت في الجهتين الفشل الضريع وتدفع اليوم قد تر الثمن يعني أنا توجيه في 2014 قلت نحكي على بن علي وعلى جذاتي وعلى أبو بارك باش نبينلك اللي هي خطة استراتيجية دولية والناس الكبيرية هذو ما ميحطوش الخطة بتاحا في الليلة وفي النهار ولا معادات الشخص ولا بن علي باهي ولا مش باهي يعني مش عادفة هناك رؤية استراتيجية لإدارتي واستنجابي مظامين ومن يديروا المنطقة العربية واللي مزلنا مارينة منها في تقدير خاص حتى شيء الآن لنحن شنورينا على بقاء التغيان هو نفسه واضفنالوا الحركات الاسلامية واضفنا شيء وفهم حد شيء مزبدل شيء نا لا لا مظفناش يعني جديد مزاج مرحلة استكشاف السياسيين الحقيقيين اللي بيش يعاوني على السلم وسلام واستقرار العالم وعلى تبادل المنافع بناظرة أكثر من الطورة وعلى القرب أكثر من الشعوب وعلى معناها تنحكس من الكوفار بتاع الأديان وتولي ترى يعني يقولوا أحنا يعني ترى قوة معاش تسعى إلى هدمها تولي تسعى إلى أن تتموقع في تلك القوة للاستفادة منها فيما يمكن أن يلحقك في الحجم انتاعي هذا اللي مفهموهش في تونس النخبة ولي مفهموهش في القربيق الثرر ولي مفهموهش وين وين واللي السعوديين خطر ألا ما قاعد قدت أنا كلمشي بالتحليل أن وقت لمشاه بن زايد ومحمد بن زايد ولي ولي العهد الزوز خطت لهم الرئيس ترام معلوماتي حطت لهم قدامهم الواقع لكل الجرائم انتاعنا كلها لحطت معنى شو معنى الاغتيالات والنهف والفساد وا 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 وعلاقات اي سيدي هؤلاء الذين فهموا الدرس والاردوازة جديدة مثل الامريكان بشي قراوها بالنسبة للقطريين الاردوازة معبي عليهم إلى أبعد البدود لأنهم كتمشي القطريين اليوم شارين نواب في سيسيليا شارين سياسيين في إيطاليا شارين فرانسا بكلها أنا عرشك أنا مزلت ما كان مكتوش لكتاب مثل الفرانسي سولان في اليوم صدو قطر ما سيدي او نوع كل واحد قد ساركوزي هذا كأعطل من العقل أنا نعرف بنعلي إيش كان يمدلو في الشند جان بير شوفين ماخر وغير مغير فرانسيس النخبة السياسية نتاحة متعفنة إلى أبعد الحدود وإلى أبعد المجالات وبشي تعبو واضح علاج خطرة في السياسة في الأمور الاستراتيجية عمرك ما تلعب مع الناس المستهد كوم المستنفذة أبدا إذا مكتمشي تلعب مع الناس اللي شكلوا قوة جديدة ساعدة قوة ضغط علوية شركة خطرة هذاك اللي هو مستنفذ إيش مش يقعد لك فيه شوية مثالش وليك مش تبني عجديد هذاك اللي مش يولي لك القوة متاعك والمستند هذا اللي عاملو رئيس ترابو اللي يحسبوها ترامبا ويحسبوها مجنون ويحسبوها بوهالي ويحسبوها ويحسبوها يجي يعمال يلملك الدول العربية والإسلامية وقدامه وكل واحد قد مفاعدين واضح فرنسا ايش عندك هناك وشكعد لك هكي جيتلم في الحثالة وفي السبلات ايش شنوه بيش تعمل دين جيتلم سفر مع سفر مع سفر هو سفر ايش مش مش عتي جاي تول النهضة والتباهية والدولة العميقة باهية ومعها أربع كعبات ندر شنوه باهية ايش مانا ايش وكي جي هو ترامب ويأخذلك الشعر نقول هلك انا لو كان ترامب يقول في تقيقتي النظام التونسي هذا مجرب تقول الناس تبات في الشعر هو هو يقول التوانسا ميخافوش من النظام ورا سخور فرنسا ميعبروهاش هنا الدرق 19 الولادة ميسهلوش عليها تمام يخافو من الامريكان يقول يهزون الرهابيين ولا يقبلو الضربة متع السوريا لا تتصورش قداش عملت أحدث الرعب معناها عند الناس ولا ميلك كان حلالا في بشير الشعوب شوف ترامب توشيعة إذن أنت سيحوسين مع أنت حسب ما فهمت من كلامك أن الوضع مع أنت في تونس من بعد 2011 لم يتغير وتم تجربة ما يسمى بالتجربة الإسلامية والآن التجربة الإسلامية انتهت حسب رأيك أنت وحسب الكلام اللي فهمته من كلامك أن أمريكي يتفكر في مصلحة الشعوب هل هذا صحيح؟ لا 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 ما قلتش تفكر بمصلحة الشعوب لا قلت أمريكا كيف تحب تبني مصلحتها تعرف وين تبنيها ما تبنيهاش على واحد منهار وما تبنيهاش على واحد فاسل وما تبنيهاش على واحد مكروه من الشعب من دار لا يعني تلتقي بذكاء كبير جدا مع ما يريده الشعب وأمريكا ما هي الجماعية الخيرية وأمريكا ميش زاوية أمريكا ما هيش ولي صالة أمريكي عندها شعبها تحب تخدمه تحب تضمنه الرفاهة متاعه وتحب تقيم علاقات مع أي شعب بما يستديم ويديمه لها هذا الرفاهة لشعبها معنية كان أنا كتونسي كاني زعين تونسي نعرف كيفاش الموقع الشعب نتاعي وكيما هو يحب يخدم الشعب معنية كان أنا أيضا نكون وطني ونكون فاهم اللعبة ونكون نتعامل معاه في الشي اللي خليني نخدم الشعب نتاعي مش نولي تابعا مش نولي ذاليلي بطريقة أوضح عندما ما نكونش فاسل وما نكونش مجرب وما نكونش إرهابي وما نكونش مورد في حد شيء بشنوه ينجم يضغط علي الرئيس ترامب بشنوه وعندي حاضنة شعبية متاع بشنوه ينجم يضغط علي وعندي برلمان منتخد وعندي قانون يمشي في البلال وكيما يتطبق علي أنا يتقبل أدنى واحد بشنوه ينجم يعمل لي رئيس ترامب نقلب الآية أنا نقول شبيه ترامب يعمل نقول شبيه أنا خليته يعمل بي هو هذا الإسلامية بكله ليس كالنه ومع بقايا التغيان الدولة العميقية أنا لأني فاسد وليأني مجرم وليأني مبصف وليأني بيعت ديني وبيعت بلادي وليأني عمير وليأني نعتف أخبار على بلادي ولا هو يحكم فيه ويسير فيه وهو يجابني لأنه أنت معناه الحركات الإسلامية لو سيليافي انفيتو يجي رأس الغلونس ما يجي يدخل تونس كان فيما فيتو أمريكي ما يدخل تونس ما يدخل ما يدخل أنا جبت وليأني تفيت عليك الضو وأنا كذا وأنا إيه خده أنت بيش تنفت عليك ما تنجم هو الهنا المشكلة مهيش في الأمريكان المشكل باهي طيب الآن مش الكل يتوددون إلى الأمريكي الشاهد باعف مطلب يحبي قابلة التوى ملوح في الروفين محس المرزوق مهدي جمعة الكل هتعمل مطالب باش تمشي والسياسي اللي يتصور واللي هنا يمشي في صدره هو اللي كيعايت له سافير أمريكا وتقابل معه ولا سافير أمريكا يجيه للبيض يعمل معه قاعد صدق مشكلة مش في الأمريكان المشكلة في نخبة سياسية إماتور جعانة للقيام واضح هو هذا مش في الأمريكان مشكلة فينا نحنا صحيح كلامك صحيح أما يعني نجم نقوله مع أنت حسب سيدة ما تزيد توضع لي أن التعامل مع السياسة الأمريكية أحسن من التعامل مع السياسة الغربية يعني بالنسبة يعني بالنسبة يلزمنا قوة في البحر بيش نحميه حدودنا يلزمنا قوة قوة بيش نحميه حدودنا البحرية ويلزمنا تكون عنا علاقات وطيبة وكيفش ننظر للأمريكان وللفرانسيس وللألمان ويلزمنا مع ليبيا والجزائر علاقات ما هيش طيبة ما هيش سيحة ما هيش عدوانية قوة احنا شنوه اللي اعملنا جينا طيحنا النظام اللي يحنا احنا بايحنا ونهبنا مالهم واتدمرناهم وبعثناهم كل انواع الدواج هذا البيش يقول فيه والمرزوق يقول فيه وراشد يقول فيه هم هم اللي بيدي يوم تاع واتزاير شنوه اللي ما عملناه شي باش نسي قولها حتى اللي جات هي ولات حتى يدها علينا اذا هذا النظام السياسي الان ما نجمش يعيش واخدوه كنستقرر خلال جمعة او جمعتين او ثلاثة في ليبيا ما عادش نجم يعيش نظام السياسي هات بتركيباتي هالحالي ومعاش ينجم يعيش مع الجزائريين ما عاش ينجم معلاش الجزائريين الان خد الجزائريين اش كانوا هم كانوا في الخط كيمة توانسة بالضبط كانوا في الخط القطري التركي متاع هيلاري اوبام هذا الخط هيلاري اوباما مات في السعودية في الولايات المتحدة الامريكية نهار 8 نوفمبر 2016 وترامب كل يوم يقدم عندما قال بعد جايته السعودية واجتماعه بهم يعني قال لهم كما تقريبا الرئيس بوش من معنى في محاربة الارهابي والتطرف كإديولوجيا وكتربة وكاليات وكالأشخاص 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 ستراه بالأحمر وين جاء الدور القطري أنا كنت جاءت مستل قطر واني ضام في تونس مبني على قطر وعلى فرنسي في تونس الني ضام في الجزائر واني ضام في الخط القطري التركي متاع هيلاري واني ضد السيسي كنت أكبر ليس خط السيسي وبالتالي ماذا يحدث اليوم؟ خط السيسي ترامب بوتين وكالأشخاص وكالأشخاص لترامب يتعاب العالم وكل أوروبا بالذات على الهم لا إذن النظام في تونس استراتيجية لم يكن لديه سند لم يكن لديه لم يكن لديه ومورد في الإرهاب وفي الفساد النظام في الجزائر لم يكن لديه خط غالط النظام في ليبيا هو اللي يستفيد يعني الأيان قلبه ليبيا متموقع عند ترامب وعند السيسي وعند بوتين مصر غادي السعودية خلطت الإمارات خلطت واضح الكويت وما يتبعونها اش قاعدوا نشاز قاعدوا النظام القطري والتركيبات وفروعه وقاعد من هنا العسابة الفرنسيس اللي هي مكملة مورثة في الفساد هل 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 هال راح ام أنا في ليبيا غضوة لا نطلب حقاً ونشكي بيك لكل فقط ونسكر عليك سكر علينا ليبيا نموت ونأتي بمال الدنيا الباراليلي مع ليبيا في ليبيا يأتينا في العام زوز ملايين كل واحد يدخل ويخرج يأتي بنا مليون هذا هو ١٠٠ مليار السياحة بركة نحي الباراليلي مستقبل النظام السياسي هذا استراتيجي استراتيجي لم يكن لديه لم يكن لديه سند وين جاي وزير الخارجي الفرنسا وين غير المدير الدجيس وين سافير الفرنسا في تونس الذي دخلها باسم الفقافة ويدخل البيت الكل ويشتح ويعمل ويجاتي ويعمل ويجاتي ويعمل ويجاتي ويعمل ويجاتي اليوم العالم تحب ولا تكره يوجد دون تنور اللي فاهم اللعبة هاته بش يمنع الشعوب متاعه من الألم ومنه ولي مش فاهم بشيكلها هاته هو بوتين من هنا وترامب من هنا الخط اللي مشات فيه أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا هي أندو جرين مويندر بريطانيا يعرقوا ترامب مع بوتين أنا واحد من ناس ما دم هي تحبوا قلت لنا بوتين وترامب يتعارب لمصلحة من باش يجي راشد الغنوشي والباجي منايش فاهم يعني جانا الرهابيين بوتين يحارب الإرهاب وترامب يحارب الإرهاب فما بوتين العقيدة متاعه جديدة لجاباها ما عادتش يروسيا هي الشر وهي 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 ما قاعدت؟ قاعدت أوروبا في الأرجاء أوروبا وأطراف أخرى قاعدوا في الأطراف ما كانوا يتلعى المجرم هنا؟ الحركات الإسلامية لأنهم جابهم أوباما وهيلاري وألمانيا ومركل جابوهم لماذا جابوهم هنا؟ جابوهم لكي يعريوهم لكل الناس يرى الإسلام وجابوهم ما جابوهم كما أنا لا أتدل راشد الغنوشي استقتبت ناس ودي زائر هاديين وهزينا يعني حتى أنا ماني معتدل يوليت مجرم من اللحظة اللي قررت فيها ناس ويجبتهم ويدربتهم يوليت أنا بدي مجرم وقالت عاملولي ملف المجرم هونو هزوه بش يموت وأنا من هنا عاملولي ملف هاي؟ هذا يعني أمل بش يحاصروا به روسيا والصين والمعوى متاع الهدم متاع الدمار هي الحركات الإسلامية جاءت لم تخبت الأمريكية قالتو شامبردين قاعدة ألمانيا مركل في اللورجير وهذا يعني الصحافة الألمانية وهذا يعني متاع الجكر ولا علاقة الخارجيين مشاء الواشنطن الغاتي وقال أنا جئت بش يحارب ترامب في الكونجرس إلا دي إكسبرسامون أنا خريطها وأسمع لذلك الناس لم يفهموش لترامب الموندتار اللي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الشكور عن طريق الناسيوناليسي والناس اللي هم أمريكاني سحق خطر في كل بقرة وفهم الباهي والخير يعني ترامب الموندتار اللي وقع النهار 8 نوفمبر 2016 أوروبا طوى هي اللي خرجت ملمولة بلا حمص ومعاهم الحركات الإسلامية ممثلة في قطرة طوى اللي فايت ريشاد ولكن سي حسين هل هم محضرين بديل؟ لا لا مأسوفة هنا وكأنك يعني وكأني أنا مش تعطيني يعني حاجة أنا نحكي لك يعني أنا نجم نقرأ السياسات أي هذاك على جمح براي تقرأ على خطب على كلمات تقرأ على برامج تقرأ على دراسات تقرأ على التقاليد وكيفاش ينظروا وكيفاش يعملوا ما أنا تقول لي هنا محضرين بديل مش محضر أنا وقول لك أي شعب وأي إنسان يكون شخص يكون شعب مدرشنوه احنا كنا اللو معليم هما كيفاش أنذال وفساد ومجرمة هذك عليش ولا ترامب يتحكم فيهم لا احنا نلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية في القيم في قيم المدنية في قيم الحقية في قيم الديمقراطية في الرافات تكون هي أقرب لي من روسيا مثلاً طب يا أي جد تكون أقرب لي من السين فكريين وعقائدين وفلسفين وسلوكيين وضع أما مش هي التي تقول يعني فلس تنزل عليها قد كان جات هي معنا يا وحنا اللي عليها مسكر عليها يا وعدي ستة سنوات يعني غير مش هي التحددني لا مش هي التحددني النجم نسلك سؤال هوني يعني على حص ما فهمت في كلامك أنه لازم هناك قوة تنبع من الشعب تكون وطنية ويكون عندها أشخاص وراها وعندها كما نقوله واحنا مد شعبي بش مع أمريكا أو الدول العظمى يعني الدول العظمى تقف معاها بش تاخذ السلطة في الدول اللي ليس هذا أيضا تشوف نحن اليوم توا الدول العظمى بالنسبة لي أنا علش فرنسا مش كبيرة نخب السياسية متاحة الآن يعني أنا مش الآن بركة أنا مالي كنت في الوزارة 94 و95 و96 كنت نشوف شنو ما اللي يخضوهم سياسيين فرنسيين ونواب فرنسيين وكانوا يجيوا التونس يروحوا شيخي لا ليس دول العظمى يا أخوة فرنسا أصبحت غير قادرة معناها باش قريب اليمين يأخذك غادي علش؟ ما معناها اليمين؟ معناها فيما أزمة قيمة فيما أزمة تشديد قيمة فيما أزمة بوروز أقطاب سياسية حقيقية يراوا فيها الناس في فرنسا أختاني من تونس اللي هو زعيم كدوغور يرا فيه كما طلع شاسمه متيران كما طلع شراك بيوث لا يعلم هناك كاريزمتيك لا يعلم هناك وكانوا آتالي وكانوا ليهود الكريديف فهسو اللي طلعوا مكرون مكرون لاذا تعب أنت إنتا تتغادل في بلاديك ومكمل وأيضا هنا في تونس تعبا تركب لي نظام سياسي؟ أمي؟ نحن نركبوه نظام السياسي ومن الجام شرك بالنظام السياسي هذا هذا من الجام شرك إلا إذا هن احنا تقليلين ما الفرنسيس وما هذه القواء العظمة يا أخويا ابعدنا فاشك كانت رأي مننا إرهاب تكلم كانت رأي مننا نزيز متكلم يعني كل ما يهدده قيم العالم الحق يجيك الساعة يا أخويا دافع القيم التالي أما هذي انت تجي بالصيف تحط لي فاسد من هنا وإلا مش عوذ منه وبعد تقول لي انت تخرب لسي نور سيبا نوري خليلي يا أخويا هل تريد أن نتلع؟ هل تريد أنت مجيدة؟ نحن في فرنس فانتكات هل تريد أنت مجيدة؟ ماذا عملنا في فرنس فانتكات؟ سي حسين يعني أنت على حسب ما فهمت كلامك وعندما تبعت الفيديوات متاعك يعني نجم نقوله يعني عامل أكثر من 500 فيديو يعني شي كبير مهول يعني من الفيديوات التي تتكلم فيها على الوضع في تونس وعالتاريخ وعالتحاليل السياسية وغيرها اللي أكثرها طلعت صحيحة انت هل تتصور ان الشعب التونسي قابل بش يكون مستقل حر ويبني تونس على أسس وطنية؟ اللي نحاول ولي نبدأ ولي نتكلم ولي نتكلم فبعضنا التونسة لمرة واحدة أن التونسة نجموا عن حس النية نجموا نتلموا الديمقراطية ما تكونش في المجتمعات المفككة ولا تكونوا في الفوضى ولا تكونوا في الفقر ولا تكونوا في إنسان جيعان ولا تكونوا في اللا قانون وما تكونش في حركات توظف الدين وإنما تكون منتوانسة عندما الحد الأدنى من إمكانيات اللقاء والتلاقي مع العظب بالعائلة بالنهش عائلة والنهش لن نتحق ولا نتحقنوا على المدرسة اللي مخروف على يسير مخروف على الجامعة المخروف مش نتحثوا على الإدارةFilية بها الرشق مش نتحثوا على الزيقويت كي ما صبتنا المطر كفي تونس فاتورة الماء لـ للماء وطرواتير لـ لناس يعني يانا نستهلك بالدينار دينار ماء ندفع أربع دينارات لـ مش نتحثوا على أمورنا كل مش نتحثوا على الجامعة متاعنا , ليسا ولا . يفرج مئن الهات мو ونحن اللوتا مش يلموا مشاكلنا كل مش اللمو شنوه اللي يخلينا توانسا شنوه اللي يخلينا نحبه senok شنوه اللي يخلينا نحبه الناهج , увидmdian والبلدية والولاية والم subur بعدين ، هذو ما يكل اللمو هالمشاكل؛ معتندية باعد معهم بعد نطلعوا للمستوى الوطني هذا ما يعطينا ما يعطينا جيل سياسي بمضمون سياسي براغماتي صحيح منطلق من الواقع ها هو وقعنا شنوه هاي الكاليات مشنية ها هو شننجمون غيروا وبنظره كونه تونسي واحد ما عادش تحمي واحد ويصنع في الوزير وأنا نصنع في الإرهاب كما في القسرين لا يصنع في التونسي واحد والمشاكل متاعنا وكلها تتحدث وتتبوب بحسب الإمكانيات والقدرات المالية متاعنا ووقتها ونبنيوا قوة سيفيل ترنكيل فيها اذكر القيام بتاعنا ووقتها من منطلق قوة مش نمشيوا ونقولوا احنا فلان فلاني احنا بروغرام بتاعنا ها وشنوه احنا هدفنا ها وشنوه احنا انخياراتنا وين احنا المرتكزات متاعنا كقيام هاي شنية يا امريكا احنا جيناك بهالبرنامج هذا وهذا برنامج الشعب التونسي شي لزم من وقت باش تفهم هالبرنامج باش تنجم تعاون الشعب التونسي سلوه هالبرنامج هذا ووقت هنجم نحن الشعب التونسي لاني عندي مشاكل وعندي امالهم وعندي تطلعاتهم وعندي افكارهم ومقترحاتهم في ايجاد حلول لتلك المشاكل ولا كما المواطن الامريكي اللي يحب امريكا شوالي في تونس ومهوش نظري هذا واقعي وهذا الواقع عم بتاعنا وهذا اللي بش يخلي اوروبا بيدها تنعموا بالامن وبالامان والفلوس بيصرفوا فيها يعطي فيها دوططان ويناكلوا فيها دوطط باش الناس ما عشتبهها الخلصة ووقت ما وهذا بيخليوا ليش نعمل الواج اللي تحب نتابع يا سيدي ماني الجايك انا نتابع ومو النهضة هراد ستبرز وحركات دينية عنيفة جدا في كل دولة كذا يستمر التهميش والتجوية والتفقير والتدخولات الخارجية الفجة خاصة ألمانيا وفرنسا في المثال التونسي اذا انت تقترح على حسب اسمعتنا الفيديوهات انتاعة ونتابع فيك مع انتها مجالس مواطنة تنجمش تعطينا فكرة على مع انتها مجالس مواطنة انت حكيت تقوى بصفة عامة اما من ناحية العملية المواطن العادي كيفاش ينضم او يأسس لهذه المجالس شوف لماذا تسميناها مواطنة يعني تقوموا وترتكزوا على المواطن الفرد نلتلقوا من الفرد من اللوطة لن نصلوا من اول مواطن تونسي لنصلوا للمواطن التونسي الرقم 12 مليون اذا احنا 12 مليون داخل تونس وخارجها كل عائلة في تونس وعليش قلنا عائلة لانه هنا احنا في تونس معناها مصيبة ولات عنا ما عاش عنا الثقة في بعضنا غدرنا بعضنا اتحايلنا على بعضنا همشنا بعضنا همشنا بعضنا كل مظاهر معناها الحيال والتحايل وحتى مجال ما خلناش الدين فسدنا الاخلاق فسدنا التربية فسدنا ما خلينا شيء يعني الخارج اليوم بعد عنا من بيع ايش قلنا تو باش نجمو نجاوزو هاته لانه الحاجز كثير من الشكل ولا في فينا نجيوو للعائلة ايش معناها العائلة العائلة اذا فما اخوه نهضاوي وفما اخوه من نيداء وفما واحد مستقل وفما درشت من يعرفوا بعضنا عندما نقربه للعائلات يا اخوه انت في النهضة امشي للنهضة انت في النيداء ابعدنا امشي للنيداء انت مقوش امشي للمقوشين احنا حاجتنا بالناس الي ما همشي منخارتين في حزب هذي مجالس المواقع حاجتنا بالناس الي ما همشي في جامعية خاطر الي في جامعية هونو مؤثر بتبيع ولي في حزب هونو بتبيع احنا مش ناس حابوا نفقوا من احزاب نعم للسياسة الحزبية لا اللي هو في حزب ابعدنا منه وماذا بينا حتى كان خرجه وقال هاني جاي ابعدنا غضوة كان بواطم بتبيع عبش تاكل معانا الخبز اما لا مش نعمل احنا تجربة سياسية بجيل سياسي جديد علش نقوله جديد يعني الناس مش ملوثة الناس مش ممسخة بالحد الادنى مش نلقاه واحد في العائلة هذي ولا زوس مش نلقاه في العائلة اللي باحدها واحد ولا زوس هذوك يكونوا اربع وعليش كنا اربع باش الاختراق ما يكونش موجود خاطر البوليس موش يخصي مش قاعد مكتفة دين والنهذا مش مكتفة دين وفرنسا مش مكتفة دين والمانيا مش مكتفة دين وقتر مش مكتفة وقتر مش مكتفة دين هذو هم الكل اللي تكونوا اكثر ما تزغل في الاعداد اكثر ما انت تولي الناس تراقب بعضها والناس تشوف بعضها معروفة تولي وقتر مش مكتفة دين وقتر مش مكتفة تعملها من قرورة صغار وقتر مش مكتفة وبعدها تبدأ انت توصح في النهجة وعندك عشرة عشرة كل اربع وحدة تبقوا تحضروا خاطر اربع هذوما اربع الاخرين عسوا عليه اربع الاخرين يشوفوا بعضهم اربع الاخرين عملوا تجربة خير هذوما ما بيش يتابعوهم كيف تلمهم الكل تولي وتولي الناس تكذب على بعضها وتجامل في بعضها وتولي تغلب كأنها مش عام نديخابات ويسقطوا في شكونوا غضوة بيش يولي رئيس بلدية ويولي عضو ميس الويب على بيك رئيسة وكيف تخليهم معناها دي جروب صغار ما يكبرش اكتر من حاجة ومع؟ بعد انت تلمهم باقي الجروب الصغار مش يجيبوا لك مشاكلهم ما بيش عملها في فيديو ما بيش يعملها يكتبها ما بيش عملها يجيب لك محضر جلسة ما بيش يجي يقول لك والله ينشوف تلمهم انتو الكل تخرج منهم الشارق تخرج منهم قانون تخرج منهم افكار الناس تقولي عندك رؤية وطنية وتعرف الناس هذوكم بيش يجيو على الطبيعة متاح بيجيكم خاخة انضاعف الناس عدشة بيش يعملوا دولة عدشة للاستقلال عدشة للمدنيين عدشة للمواطنة ويكرهوا التدخلات الخارجية نبدأ نحكي معك ترى سعيدة ليست سعيدة 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 لك أكثر نأخذ مدينة مثلا انت من مدينة اريانة نأخذ مدينة اريانة ممكن أن يخرجوا فيها مدينة نحكي معكي نحكي معكي مدينة اريانة مدينة اريانة مدينة اريانة 64 64 64 مدينة 34 34 34 64 34 35 الثقاف راوي بالمشاكل تقول مشاكل راوي مشاكل وحلوك معتمدت اريانا في كفر دون سين كونطة ما يجب الشوارع كيف تكتب الحيوط كيف يكون اللون بتاعها البلدية كيف تكون الزبلة متتحق كيف تتهج الطرقات متعامة الموين تعال الثقافة البنية الأساسية الزونة الدستورية النصابة اللي ينصبوا في الشارع الأحوال اللي ينصبوا في الشارع البلدية كيف تتعيش الفلاحة قريبة لها بعيدة تتجيبها في حالة حسنة مش حسنة الصناعة كيف تتجيبها لتجيبها لتجيبها ثلاث ميل دستورة بعد ما بشاهم تقولون ريانا لدينا فيها مثلا خمسينالف ساكل معتمدية ريانا عندك ثلاث ميل دستورة يعني كل واحد من جمش يجيب ثلاث ميل دستورة ثلاث ميل دستورة ثلاث ميل دستورة يعني عشرة من الناس ثلاث ميل ثلاث ميل ثلاث ميل ثلاث ميل لذلك أحد أنني أحبت مجموعة كذا لذلك الخامسة اليوم الموجودة في بعض الأرزيين لكني ليس لديوا الدموكات السعية التي طرحتنا فيها العلم السعيسي لا إنها سموات الـ الديمقراطية الاجتماعي أنني نحن وأنني نعيش وأنني لديك كالي النابavilion ليس نعيش وأنني نحن نعمل ونعمل في هذا الفئة نجد أن نعيش هذا ماهل نحن 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 يعني هيئة مواطنة ولا مجلس مواطنة وكيف تبدأ تطالع؟ لكن سي حسين هداية تطلب أموال طائلة هذوما يعني بالطمع بمئة مليار ما تعملهمش بالطمع وبالفساد وبالشراء الناس وبالكذب ومدرسون هذوما بمليون دينار تونسي ما أنا يطعم مليون دينار تونسي اي 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 الي هو واحد يعطيه الخادمة تهزله الشانطان اي 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 عنا تلاتة مئة وسبعين بلدية بو دو بيكونتي خاطر انتي مجش مش تشري الناس لا عمم عنديك مصاريف تنقفل فقط فلانتي فما نسيج مش تعمله بعد منسيج هذاك عنا تلاتة مئة وسبعين بلدية كل بلدية حطا لها كات ميل دينار مصارف تنقلوا وإقامة ومشيوا عشرة يقعدون بعضها من درجة نورة سوف يكون هناك مليار دو سن بفلوسنا نحن في تونسيا معنا 500 مليون دولار ممبا نعم خطر غودة بشكل مليون يعيشون انتي مكش ماشي تشري في الناس مسيساء لديفيرانس هم وانتاحوا الديكتاتوريات ولا الحركات الإسلامية بل إعانة الاجتماعية نو 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 سنة بسر انتي اليوم نحن نحب نقتلك انا بدينا ممواطن واحد وصلنا لمواطن 12 مليون واضح؟ نو يعني مع الجانب الإعانة الاجتماعية وانتران لا لا نحن نحكم معنا نحن نغرسله عقليت الميحب انه البلدية انتهاء هو ومجلس النواب مش يتلعوا ميتين وسبعتاش ولا متين وخمسين ميتين الجوع على الخانون والحق انا وقت بش نطلع رئيس بلدين ما بش نخدم عندي دجار البروغرام ما بش نخدم مع طغتي ولا ايه كالناس ما عاش في حاجة اقولي عانش دي معايهم درجون انا بش نساعدوا كيش يخدم كيش يعمل محل مفتوح للعموم كيش يعمل مطعم كيش يعمل قاعة رياضة كيفش يعمل رياضة كيفش يعمل مشروع فيلاحي لا ناس مش تعيش عندها فرص العيش الكريم والحقيقي ايجا باللغة الدرجة نتاعنا ولي معلم ايجا ولي سياس انا هذا بش نمشي ونتنقل وندور تونس ما امكانه بالنهج بش نربط لخيوط هاته بش الفكرة هاته تتواجد بعد هو بشي والي هو يحب ماسيساعد لا معاش اندي فسندي بمبادة اتوان بش اللعنين من تقيو في تونس كيش ناخد مهم يعني الحكم من تحت نعم الحكم من تحت ويبدأ طالب لليوسف يعني الحكم اللي هو في الأسفل هو الذي يصنع رئيس الجمهورية وليس الأكس سي حسين احنا تقريبا اكتر من ساعة ونص يعني والحقيقة الحديث معاك يعني شيك ومعلومات تيرة حبيتك معانتك قبل ما نخدمه هذا اللقاء شنو تتوقع لتونس في الأشهر أو في السنوات القادمة يعني المشروع متاعك توا واضح معانت المشروع معانت ما يسمى بمجلس المواطنة معانت يحتاج وقت ويحتاج عمل ويحتاج عمل كبير يعني بش يصبح قوة ينجم يكون يكون معانتها قوة ينجم ينافس الأحزاب هذي القوية جدا شنو تشوف مصير القوة هذي موجودة الأحزاب القوية هذي كما النعبة كما النجاة كما فلان كما فلان كيفش تشوف مستقبلها وكيفش تشوف لا أنا أختلف أخويا كريم مع تقديري الخاص لك إلى أبعد الحدود النهبة ليست بقوية والنداء ليس بقوية من أبرز الدليل هو أنهم البارح يحطوا يديهم في دين بعرض لأنهم هو قوتهم أنهم على الأقل يبدأوا يكتبوا علينا الزوز يبدأوا يخوفونا واحد يخوفنا من الأخ هم كيف يحطوا يديهم في دين بعرض ضعا لكما ننكروش يدخل إلى التحالفات لكما ننكروش اللي هما يحكموا في تونس لا 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 يحكماني تونس أنا خلينا في السؤال خلال الأسباع القادمة سيكون الجديد في تونس والجديد هو عدم استمرار هذا النظام بشكله الحالي بألياته الحالية وبمضامينه الحالية لأنه ربما الناس لحد الآن ما زالت مفهمتش خلينا نكونوا متواضعين برشا مش شوية نقولوا قطرت كفشت فقط واضح؟ هذا النظام يتعرض متورد إلى استقرار الوضع في ليبيا مش يكشف جرائم رهيبة جداً للنظام الحالي في تونس وأقصد ثنائية النهضة والنداء لأوش الخصوص إذن سيعرف النظام هذا خلال الأسباع القادمة مشاكل وقلاقل كبيرة جداً وإلى أبداً حدود استراتيجين ما هدش عنده السنة خطر أبي علش يعني أنا غدوة الولايات المتحدة الأمريكية كنت نستعمل وقت أوباما في فنائية إسلام والديمقراطية نعرف أنا مش موجودة لكن أنا عندي أهداف في سوريا وعندي أهداف في بصر وعندي وعندي وضع شوية فكنت هلكذبة هذي نخدم بها شوية هذي ما عادتش تواب الولايات المتحدة الأمريكية النظام هذا ما عاش عنده سند خارجي وشعبياً من عزلوا وينعزلوا في جيرانه عنده مشاكل دونك شنول بشي صير بشي صير تغيير جوهري في سلوك النظام في توليس خلال الأسباعة القادمة ستكون هناك متغيرات جوهرية من من مظاهر هذا التغيير الجوهري الفرضية الأولى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وهي سلوك مدني راقي وقل نتوجده في حالة من الممكن أن تأخذنا إلى الفوضى نرجع إلى الشعب لكن هذا النظام هذا هارب منه حتى النواب اللي مش يستدعين حاكم التحقيق العسكري خرج قلت البارح للتدليل على أنه هالفرضية هادي النباب بشي صعى حتى لا تكون قال راو إذا فمه نواب مورطين هكا رئيس مجلس النواب ومحبوش يستقيلوا بالتالي ما فمهاش حمه نجم حدي عايت لهم إذا الحصانة مترفعتش معناه إقرار بالفس أنا فاسد ومدام عندي الحصانة ما نجيكش انتخابات تشريعية مبكرة فرادية الثانية هو أنه سيقع قلاقل ومشاكل كبيرة جدا تخلي الشعب يخرج إلى الشارع ليلتحمه ويطلبه هو الشعب يطلب من الجيش ومش يخرج ضابط غير معروف ويتولى قيادة تونس أداء لبوتاز الثانية وبش يعمل حواج أكثر من عملها السيسي لبوتاز الثالث هو أن الحكومة هادي تستقيل وهي فرضية تكادم تكون منعدمة وقتاش مش تكون هادي خاتر البيجي ضيب مش فعب إذا يشعر أنه الرئيس ترامب جد 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 في أنه يدهزها لنظام تونس سترى العجاب في تونس أنا أنا كيلك نعرفها نبلغ إذا إذا البيجي يشعر بأن الرئيس ترامب هزديه على تونس سينهار في ثلاثة حالات هي النظام لن يتواصل لبنهضة ولبنهضاء من هنا لأسابيع قليلة وفي ليبيا بشيكون الوضع تماما مستقر لصلاح حفتر وصيف الإسلام شكراً لنهاية جوان شكراً سيحسين الحمدي على هذه المعلومات وعلى هذه التحاليل وشكراً على قبولك الدعوة الله يخليك ونقول للمشاهدين نحط لكم الربط متاع سيحسين متاع الفيسبوك ومتاع الفيديوهات متاعه وكل شيء تلقاوه التح في الفيديو شكراً ومعا فيديو قادم ومقابلة قادمة وبسلام نراك بيخيط سبحانه خير اشتركوا في القناة